بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس اليوم رح نتعرف على كيف ممكن نصم دارة الجامع الكامل او الفول ادر باستخدام ملتي بلاكسر باستخدام دائرة الملتي بلاكسر للتفكير فدارة الجامع الكامل او الفول ادر عندها مدخلين اساسيين هما الابي اللي هما يمثلوا العددين في النظام الثنائي اللذين او اللي حبين او العددين الذين نريد جمعهما بالنسبة للعدد الثالث او المدخل الثالث هو عبارة على ما يسمى بالسي ان او الفائض من عملية الجامعة السابقة والدارة عندها مخرجين يعني مخرج الاول هو اس لمثل المجموع العددين او الاعداد هذي في ثلاثة بالحقيقة الحال اضافة الى السي اوت او ما يسمى بالكاري اوت او ما هو الفائض اللي ينتج على عملية الجامعة كنا اتطرقنا بالتفصيل لهالجدول وكيف كيف 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 ستحصلنا على القيم وكيف نقوموا بتنفيذه الى اخره في درس الجامعة الكاملة الفول ادر تقدروا ترجعوا ليه موجود في القناة قبل ما تشاهدوا هذا الفيديو بالنسبة لهذا الدرس اليوم هو كيف ممكن نصموا نفس الدارة لكن باستخدام دارة الملتي بلاكسر الان الفكرة دايما ما يكون عندك ملتي بلاكسر يعني ما هو الملتي بلاكسر كما تعرفوا الملتي بلاكسر هو عباية دارة عندها اربع مداخل عندها مخرج واحد وعندها خطي اختيار يعني خطي اختيار نسميه اس وان اس تو عندها مخرج وعندها مجموعة من المداخل الهدف بتاعنا اليوم هو انه كيف ممكن نكون عندي دالة ما من هذا النوع وكيف ممكن نصممها بشكل باستخدام الملتي بلاكسر اول خطوة هو انه نشوف العلاقة بين عدد متغيرات الدالة وعدد خطوط الاختيار في الملتي بلاكسر هذه اهم خطوط خطوط ورق مواحد اذا الدالة عندها ثلاث متغيرات يعني عندها A وB وCN الملتي بلاكسر في الحالة هذه اللي رح نستخدمه فيه فقط خطي اختيار يعني فيه اثنين وبالتالي تنفيذ الدالة رح يكون اكثر تعقيدة لو كان عندي ملتي بلاكسر من نوع ثمانية واحد كانت العملية بسيطة رح نقوم بمباشرة بوضع صفر واحد واحد صفر حسب جدو الحقيقة لكن في هذا المثال الامر سيكون معقد نوعا ما لانه عدد خطوط الاختيار اقل من عدد متغيرات الدالة لكن هذا لا يعني انه لا نستطيع تنفيذ الدالة بالعكس يعني نحن نفذوها بشكل بطريقة نوعا ما معقدة الان اول الخطوة رقب اثنين بعد ما اكتشفنا انه عدد خطوط الاختيار اقل من عدد متغيرات الدالة رح نضطروا انثبتوا متغيرين يعني انثبتوا اثنين من المتغيرات الدالة ونستخدموهم كمتغيرات اختيار او كخطوط اختيار في الملتي بلاكسر اذا انا رح نثبت المتغيرين اللي هما او البي اذا رح نثبت المتغيرين او بي او بي بحيث انه ا هو البوفور والبي هو الام اس بي الان اصبح الملتي بلاكسر قيمته تحدد اساسا باستخدام المتغيرين اللي هما او بي الان الهدف تاعي هو كيف ممكن اذا هذا المخرج رح يكون اس بالنسبة للدالة الاولى اذا رح نركز على الدالة الاولى الدالة الاولى هي اس او لسان فالمخرج بتاع الاس رح يكون يتحدد بدلالة اولا للعاول بي الان لما يكون ا صفر و بي صفر معناتها اني في الحالة هذه بالذات في الحالة هذه بالذات دل قيمتها صفر دل قيمتها صفر لكن لاحظوا انه ليش هذه الحالة الوحيدة وين ا يكون صفر و بي صفر مثلا هذه الحالة ثانية فيها ا صفر و بصفر يعني عندي حالتين فيهم ا صفر و بصفر الان لازم ندرس العلاقة بين المتغيرين اللي هما الاول بي والمتغير الثالث اذا رح نستخدم جدول كارنو بالطريقة هذه بحيث انه يعطيني العلاقة بين الاول بي اللي هما يشكلوا من جهة متغيرات الاختيار والجهة الثانية هما المتغيرات اللي رح يظهروا في مداخل الملتي بلاكسر اذا هذه هي باختصار كيف ممكن او الخطوة الثانية في العملية رح نملأ جدول كارنو طريقة سريعة عندي صفر صفر واحد واحد صفر 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 واحد اذا باش ما نغلطوش يعني نحذفو الاصفار لانه ما نحتاجوش الاصفار نحتاجو دائما الحالات واين الدالة تكون قيمتها واحد الان بعد ما شكلنا جدول كارنو او خريطة كارنو الخطوة الموالية هي انه ندرسو الملتي بلاكسر حالة بحالة اذا كيف ندرسو الملتي بلاكسر حالة بحالة نحن نكتبو جدول حقيقة على الملتي بلاكسر يعني ما هوش تعدالة لكن تعال الملتي بلاكسر ندعنا اذا عندي متغيرين اللي هما A و B متغيرين الاختيار وعندي الاس الاس اذا A قيمته 0 صفر 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 واحد واحد صفر واحد صفر واحد واحد اذا الان الحالات الاربعة هذه هي احتمالات او حالات متغيرين الاختيار اللي هما A و B الان هدف ندعي انه نستخرج قيمة S بدلالة بدلالة المداخل المداخل راح يكون فيها المتغير الباقي اللي هو C لانه اثنين هذو ثبتناهم يبقى لنا متغير ثالث حر اللي هو C اللي هو راح يظهر في جهة المداخل الملتي بلاكسر اذا نبدو بالحالة رقم واحد الحالة رقم واحد عندي لما يكون عندي A صفر و B صفر اذا هذه الحالة اذا هذه الحالة في جدول كارنو موجودة في العمود هذا اذا العمود هذا هو اللي يخص حالات صفر صفر اذا هذا العمود راح نقوم باختيار الحالات وين تكون صفر اذا عندي حالة واحدة وين دالة تكون قيمتها واحد عفوا فهذا الحالة اذا لما نقرأ العمود الاول بي ثبتين صفر صفر اذا ما يعنينيوش يعنيني قيمة Cn اذا Cn في هذا الحالة يكون قيمته واحد اذا Cn قيمته واحد فالE او المخرج بتاع الملتي بلاكسر في هذا الحالة E هنسميه E صفر هو عبارة على C عبارة على C يعني قيمته واقيمة C ولاحظوا هنا في جدول الحقيقة الدالة تكون صفر لما C كن صفر في الحالات وين يكون اذا هذا الحالة صفر صفر لما ننظروا لها في جدول الحقيقة هي فيها يدخلوا تحت الحالتين هذو اذا هذو الحالتين لاحظوا قيمة الاس اللي هي المخرجة على الملتي بلاكسر الاس تكون صفر لما C كن صفر والاس تكون واحد لما C كن واحد اذا جدول كارنو اعطاني قيمة اس بدلالة بدلالة C اذا المدخل الاول تعدال له هو عبارة على C اذا اول مدخل للمتغير هو عبارة على C لاحظوا هنا انه القيمة تعدال له تلاحظوا انه نفسها هي قيمة C اذا C دايما هو نفسه قيمة متغير اذلك لما شفت الهنا في جدول كارنو عندي C هو اول مدخل نروحوا للحالة رقم اثنين الحالة رقم اثنين هي لما يكون A و B سفر واحد هذه الحالة رقم اثنين اذا الحالة رقم اثنين لما يكون A سفر و B واحد تخص هذا العمود اذا هذا الجهة من جدول كارنو اذا هذا العمود فيه الحالة وين تكون الدالة قيمتها واحد هي لما يكون C سفر اذا مباشرة نحن نستطيع انه هذه قيمتها هي C كومبليمنت بدون تفكير رح نوضع C كومبليمنت اذا A واحد هي عبارة على C كومبليمنت او C بار الآن من جدول الحقيقة لحظو الحالات waiver لوما يكون A سفر واحد لحظو الحالة سفر واحد سفر واحد الحالة هذه مثلا لحظوا هذا الحالة قيمة الدالة هي دايمة عكس قيمة C لحظو هنا عكس قيمة C لما يكون الآ لهم السي واحد الآ صفر والسي واحد اذا هذا يثبت انو الحل التعنان حد هنا انا مصحيح لأن القيمة الآس هي عبارة هي دايماً عكس السي إذن لذلك وضعناها سي كومبليمنت نذهب للحالة الثالثة يعني هذا ما نشمع الثرين نديره لكن للتوضيح فقط نذهب للحالة رقم الثلاثة الحالة رقم الثلاثة هي هي هذه أولاً رح نستعمل ممكن لون آخر لشيكون العملية واضحة هنستعملوا مثلاً لون آخر الحالة رقم الثلاثة توافق هذا العمود وين يكون الآ واحد إذن في جدوى الحقيقة هي عبارة واحد واحد إذن هنا رأني في هذه الحالة بالذات أين الدلة تكون قيمة أول آ والبي يكونوا قيمتهم واحد واحد إذن في هذه الحالة عندي الدلة تكون قيمتها واحد إذا كانت عندي سي تساوي الواحد إذن في هذه الحالة عندك المدخل تعدلها هو عبارة على سي إذن والإي إي وإي زيرو إي وان إي تو إي ثري المدخل الثالث هو عبارة على سي الآن لو نحبوا نوجدوا الحالة هذه في جدوى الحقيقة هي تشكل الحالات هذه الثانية أو الثالثة والأخيرة لاحظوا في الحالتين هذا عندك لما تكون سي إن صفر الدلة تكون قيمتها صفر لما تكون سي إن واحد دلة قيمتها واحد وبالتالي لذلك وضعنا سي إذن هذا الجدول يساعدك بكل بساطة أن تستخرج قيمة الدلة من قيمة المتغير يبقى الحالة الرابعة والأخيرة الحالة الرابعة والأخيرة هي هذه لما يكون الآ واحد والبي صفر في هذه الحالة في هذه الحالة عندنا عندنا واحد لما تكون سي قيمتها صفر وبالتالي هذه الحالة توافق سي كومبليمنت إذن هذه توافق سي بار أو سي كومبليمنت وبالتالي إثنين هي عبارة على سي كومبليمت الآن نحظوا كيفاش خرجت جدول إذن هذه الحالة تقابل الحالة رقب أربعة وبالتالي تقابل الحالتين تقابلي هذا الإحتمالي ولاحظوا أنه في هذه الحالة سي هي دايما عكس أو الأس هي دايما عكس السي لذلك خرجتنا هنا سي كومبليمت يعني أضرم كامل سي إذن هذا بالنسبة لدالة أس إذن شرحنا بالتفصيل كيف ممكن نستخرج قيم الملتي بلاكسر مداخل الملتي بلاكسر باستخدام بتثبيت متغيرين واستخدام المتغير الثالث كما تخل إلى الملتي بلاكسر نطبقوا نفس الحالة لكن بسرعة عادة المرة ما نشرحه بالتفصيل لأن العمل راح يكون نفسه على المثال الثاني إذن بالنسبة للمثال الثاني اللي هو سي آوت عندي صفر 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 في الجدوى الكارنو إذن عندي صفر 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 واحد إذن عندي واحد هنا صفر صفر ونستخدمه ممكن اللون أوضح عندي إذن بالنسبة للملتي بلاكسر القيمة راح تكون هذه لو تعبوا جدوى الكارنو القيمة راح تكون بهذا الشكل إذن الجدوى راح يخرجكم بهذا الطريق أنا راح نسرع العملية نفس الطريقة راح نحتاج إلى جدوى جدوى الحقيقة آخر راح يكون فيه A وB راح تكون فيه إذن هذا راح يكون C آوت إذن هذا راح يكون C آوت إذن هذا الجدول راح يكون فيه نفس الشيء صفر المتغيرين اختيار صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد إذن حسب قيم الجدول الآن هنا عندنا حالة نوعا ما خاصة راحظه في الجدول الأول ما عنديش واحد إذن في الجدول هذا في العمود الأول اللي قابل 0-0 غير موجود واحد إذن وسرح نوضع في قيمة الدلة إذن حسب جدول كارنو في القيمتين هذا موجود 0 إذن وكأنه هنا موجود 0-0 إذن معناها أنه في الحالة هذه الدلة لا تتعلق بقيمة C دائماً قيمتها 0 مهما كان قيمة C لأنه C غير القيمة وبالتالي في الحالة الأولى أو في E0 أو E1 E0 الدلة قيمتها 0 قيمتها 0 لا تتعلق بالC لأنه لاحظوا قيمتها 0 لا تتعلق بالC إذن إحنا رح نوضع C مباشرة 0 وهذه تشوفوها لاحظوا هنا في الحالة هذه الدلة قيمتها 0 C أو قيمتها 0 بغض النظر على قيمة C إذن C أو تتعلق بالC بغض النظر على قيمة C إذن لما يكون A B 0 0 الدلة دائماً تكون 0 لما يكون A B 0 الدلة أو C أو دائماً يكون 0 الآن الحالة الثانية لما يكون A 0 والB 1 في هذه الحالة عندي 1 لما يقابل الواحد يقابل قابل C إذن عندي 1 يقابل C وبالتالي الدلة قيمتها هي عبارة على C إذن E 1 هي عبارة على C E 1 هي عبارة على C إذن E 1 هي هذا الجزء E 1 هي عبارة على C لاحظوا أنه قيمتها قيمة C أوت هي نفسها قيمة C وبالتالي E 1 هي عبارة على C الآن بالنسبة للإثنين بالنسبة للإثنين بالنسبة للإثنين هو العمود هذا في جدول كارنو لاحظوا القيمة دائماً واحد بيغض النظرة على السي القيمة هي واحد بيغض النظرة على السي وبالتالي الدلة المدخل التاحة هو واحد عفواً هنرني في الحالة هذه اللي هي حالة واحد واحد إذن نرني في الحالة هذه E E 3 E 1 E 0 E 1 E 3 حالة هذه عندي دائماً واحد بيغض النظر على قيمة C إذن هنا عندي واحد ولاحظوا في المثال هذا مثلاً هذه هي E 3 إذن لاحظوا E 3 عندك دائماً واحد بيغض النظر على قيمة C إذن دائماً واحد رغم أنه C غير قيمته لكن C أوت دائماً واحد إذن في هذه الحالة الدلة قيمتها واحد في الحالة الأخيرة اللي هي هذه الحالة اللي هي واحد سفر حالة واحد سفر دل قيمتها واحد لما يكون C واحد وبالتالي المدخل هو عبارة على C إذن المدخل هو عبارة على C وبالتالي إذن E 2 هو عبارة على C وبهذا الشكل نكونه قد وجدنا عبارة قمنا بتصميم full order إذن يبقى أنه نربطوا الدالة نربطوا C نربطوهم بالمداخل بشكل واضح نفس الشي نفس مجموعة الإختيار ليوم A وال B يبقى أنه تربطهم بشكل منظم باش تحصل على الدارة نهائية راح لنا استخدمنا فقط 2 ملتي بلاقسر باش نتحصلوا لدارة full order أو الجامعة الكام إذن أتمنى أن استفدتم من هذا الدرس وشكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء إن شاء الله في درس آخر وسلام ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة